الدولة معاكو كل ما ساته معاكو الإعلام معاكو والجمهور معاكو الناس كلها معاكو دعم قوي جدا ليكو ليكو الكابتن كيروش هذا المدرب العظيم اللي احنا للأسف في الأول ما كناش عارفين نقدره كلنا ما كناش عارفين نقدر كيروش تماما قلنا جابوه ليه واتضح عندهم رؤية ولازم هنا المهندس أحمد مجاهد اللازم أحييه على الهواء مباشرة لما كان ماسك اللجنة السلسية وتعاقد معاكو وكنا في ذلك الوقت وقلوه ازاي هو مين كله كان قالب على أحمد مجاهد النهاردة بقولك شكرا بقولك رسالة مهمة جدا مهندس أحمد مجاهد على الهواء بشكرك بشكر لجنة السلسية اللي تعاقدت مع مدرب عظيم احنا ما كناش عارفين تاريخه الحقيقي سبت لينا أهمية تعاقدكم مع هذا الرجل لوصلنا نهائي رغم إيه كيروش ما بقالوش سنتين عندنا ولا ثلاث سنين ده لسه كم شهر على بالمجاهد سريق ويجاهد ويشوف اللعيبة فين ويبدأ يعمل فريق متجانس فريق متجانس غلب أقوى منتخبات إفريقيا اللي عمله كابتن كيروش والجهاز اللي موجود معاه فاحنا أنا بقوله شكرا لك كابتن كيروش إن شاء الله على إيدك بأفكارك بخبرتك هتودينا كاس العالم هتودينا بقول كاس العالم كابتن كيروش شكرا لك بمنتهى القوة وكل الدعم لك والجهاز الفني والجهاز الطب شكرا كابتن كيروش أنا على الهوى والله بأقدم لك اعتذار كبير مني شخصيا لأننا كنت من الناس اللي انتقدوك في كاس العرب من الناس اللي انتقدوك يوم مطش نيجيريا من الناس اللي انتقدوك أول ما حصل في كاس العرب والمطشات اللي حصلت قبلها وما كناش يعني فريق قوي فأنا انتقدتك ولكن النهاردة بعتذرلك أنا بعتذرلك حقك علي والله حقك علي ولك كل الاحترام والتقدير والدعم الكبير اللي انت عملتو المنتخب بلدي مستنينك تودينا كاس العالم انت خبير في نقل الفرق والمنتخبات لكاس العالم خبير عملتها مع ايران بدل المرة اتنين عملتها مع عدة دول فعليك هتسافر بالسلامة هتاخد اجازة قصيرة وترجع لنا بالسلامة تركز كده وتزبط الدنيا وترجع منتخب مصر تجاهزه للمطشين القادمين امام السنغال يوم 23 في القاهرة وتسعة وعشرين في دكار ده دورك ومسئوليتك ومهمتك عندنا ثقة مع القائد العظيم اللي جنبك مع ال 11 بطل يمثلون المحترمين في اي وقت اي 11 رجل اي 11 يمثلوا مصر بنحييهم بنشكرهم ياخدوا دعمنا كله ياخد دعمنا بما فيهم هذا الرجل اللي بقول له حضراتكم ما كناش عارفين تاريخه الحقيقي بتاكتك لكل مطش وانبارح كان عامل مطش على اعلى مستوى قافل لانه عارف منتخبه لعب 3 مطشات اكسرا تايم ومحدش عملها منتخب السنغال عملها مرة واحدة وانت بالتالي طبعا والسنغال عندها يوم زيادة وبالتالي ومتسافرش زيك وانت عملت السافر تنتقل من هنا المكان وعندك مش عارف مشاكل في ايه ولكن رغم كده لعب المباراة حتى السواني الاخيرة حتى ضربات الجزاء وكانت قريبة جدا قبل ضربات الجزاء نخلص المطش ولكن بقول كل الدعم لمنتخبنا كل الدعم لأبطالنا كل الدعم لكل واحد بيحب هذا الوطن العظيم وشكرا ليكم منتخبنا ورجالتنا وعايز اقول لكم كمان اشقاءنا العرب اللي انا حياتهم مبارح بشكرهم تاني مرة تانية النهاردة على هذا الدعم الكبير لنا دعم الكبير لمنتخبنا دعم الكبير لكل واحد ساعدة وساند هذا المنتخب وساند بلدي بقول له شكرا مهندس احمد مجاهد اولا مساء الخير انا شكرت حضرتك لانك كنت